السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدي وكرام سعيدة بلقاكم كيف العادة فيديو جديد وفصفة جديدة مرحبا بكم في قناتكم ومطبخ اعتقاك نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وفصحة جيدة يارب ان شاء الله اليوم سنقترح لكم بإذن الله فكرة الغداء والعاشة ممكن كذلك تعطيها الاطفال لديوها معهم المدرسة لماذا لا فكرة صراحة اللبط يعني بدون فرن فقط في المقلاج كي يأتي طبق للديد بالساف يعني كي يبغيه الكبار والصغر وسهل يعني تقدروا تصيبوه يعني فرمش لين على بركة الله نبدأوا استعراض المقادير من بعد منهم الطريقة كنتمنى لكم فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله سنحضر معكم المقادير والطريقة في نفس الوقت يعني باش نربحوا الوقت لا يطورش لكم الفيديو سنأخذ مقلات ونعمل فيها شفيرية الزيت النباتية وزيد الزيتون سنعمل فيها فلفلة خضراء مقطع مربعات صغر وفلفلة حمراء مقطع مربعات صغر ممكن تعملوا انه واحد او ممكن تدروا ثلاثة الالوان يعني لحسب الرغبة ديالكم سنقلي هاد الفلفلة هادي مزيان في هاد الزيت حتى كالدبال وكتطح لنا إن ضروري انها تدبال باش كالجيبنينا وكتطح كالدبال كالدبال ديالها في هاد الزيت هادي بعد ما كتبالي الفلفلة كيفما تيباليكم سنزيد عليها جزيال الحبات ديال المطيشة مقطع مكعبات صغيرة واللي حيت منهم تسريع وغادي نقلي هاد مطيشة مع الفلفلة ونخليهم حتى كي يطيبوا يعني هاد مطيشة هادي يدخل هاد طيب وطول لي ارطباء باش نسهل علي انني انا معسا غادي نقطع لهاد المكونات ونخليهم حتى كي يطيبوا من بعد ما كتبالي مطيشة بما تيباليكم تلشيال هاد الشكل كنحاول ناخد واحد الشوكة او لا واحد المغرفة ديال العود اللي بغيتو حاولوا انكم تضغطوا على هاد مطيشة حتى كي تولي شكل دياله بحل الصوس يعني كتطيح يعني ما تتبقاش بحلاكة بعينة نحاول معسا مزيان بعد ما معسا ديك مطيشة هادي نزيد عليها توابير راس مع القصغرة من كل حاجة راس مع القصغرة ديالتحميرا راس مع القصغرة ديالكركمون الخرقم بلدي شكل ديالك شكل ديالك شكل ديالك سأستعمل نحاول ان نحرك المكونات ونزيد عليهم المرق لنسلقه لبات للباتل كتبغي أن نستعمل أعمل المغرفة لباتل لنسلقت فيها لباتل يكون طويلة. ممكن نضيفه اي نوعا ما كانش اشكال يعني النوع تبقى اختياري ونحاول انني نخلط هاد المكونات فاش هكذا كي نساجمو نخلي هاد المكونات يغلي بشي شوية باش يتلقوا اللبنة ديالهم في المراق. بعد ما كان نخليو هاداك المراق كي يغلي يعني كي يولي المراق ديالنا اطقي. غادي نزيد عليه واحد لحق ديال الطون لصفته من سيت. ممكن نضيفه اه حق كبير او لحساب انتوما الكميات ديال اللبنة ديال غادي نضيفه كذلك مع القبيرة ديال القزبر والمادنس مقطعين باش ينسمون لنا هاد هاد السوس هذه يعني طريقة سهلة بزار نخلط هاد الطون هذا مع الفلفل وماطيشة والربيع وكذلك التوابير حتى يندمج. وفي اخر مرحلة غادي نضيفه اللبنة ديالنا اللي صفينهم من الماء. بالنسبة اللبنة كيفما سبقتك. وسألناكم تساعملوا اي اللبنة اي نوادي اللبنة يعجبكم. غادي نخلط هاد اللبنة هادو مزيان يعني هاد طريقة هادي صراحة اه سهلة بزاف يعني كفكرة الغداء او الا فكرة العشاء ره سهلة وكاد يبنينا بزاف وحتى الدلالي الصغار كاد يعجبهم يعني ممكن كذلك انكم تعملوا هاد الدلالي في القوتة يديوها مع مدراسة. كنضيفه في اخر مرحلة يعني بعد ما خلط هاديك اللبنة وشربوا هاديك الصوس والفلافل وكذلك مطاشا. غادي نضيف كمياء ديال الفرماج الاحمر كسبق على حسب الرغبة ديالكم. نحاول انا ننخلط هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم اتمنى يكون اعجبكم يعني في الاخر قدمته يعني زينتوا غير بشوية ديال المعدنوس من الفوق وشوية ديال الفرماج احمر. يقديروا فوق منها الفرماج احمر وكتحولوا اناكم تغطيوها غير يدو بالفرماج وتقدموها بصحة و الراحة. راح طبق سريع ولكن راكي يجيب بنين بالسهاف يعني ممكن تيرو الغداء ولا لاشا او الا كيفما سبقوا قتلكم ممكن تعطيوه البليدات ديالكم يدوهم عاملوا مدراسة للغضاء. كنتمنى الفكرة ديال اليوم تكون لتعجبكم واستحسانكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وكذلك تفعلوا الجرس. باش يوصلكم كل جديد لايك الفيديو لاجبكم من عندو اي سؤال يخليل يفترق. يا ان شاء الله غادي نجاوبوه. كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية. اطلقوا باذنينا في الفيديو قادم الى اللقاء. اشتركوا في القناة